موسيقى يعني يعتبر علامة في علامة التدريب والله كابتن فتحي من الجيل اللي هو العظيم بتاع النادي الأهلي بتاع الزمان اللي هو لاحد ما قدرش ينسى ليهم الحب والإخلاص والتفاني بالناسبة لنادي الأهلي اللي عرفوا عن الكابتن فتح نوسير إنه هو من الرعيل الأول في النادي الأهلي وكان بيلعب ما قبل نكسة 67 لغاية إلى أنه أصيب بغضروف في الركبة وما كانش ساعتها الطب متقدم زاد الوقت ما كانش فيه دلقة العملات الجراحية والطب المتقدم والكلام ده كله ونصحوا ساعتها الكابتن عبدالصالح الوحش إنه هو يتجه للتدريب ويعني بقى يعتبر ساعتها كان أصغر مدرب في كرة القدم كابتن فتح نوسير ده قيمة وقامة أديمة وجديدة وعقلية قروية وأذكر إن أنا لما كنت بختبر في الأهلي كان هو موجود مع أبو الأجبال كابتن مصطفى حسين ولي بصماته طبعا على الكرة عموما يعني فأنا بقول له يا كابتن أنت مقل معنا إحنا عايزينك تطلع وتورينا كده إمكانياتك المعهودة عنك وتقول لنا إيه رأيك في المنظومة الكروية في مصر لأن أنت تعتبر خبير كبير من خبراء كرة القدم في مصر الحمد لله نسة فاكر الكابتن فتح نوسير وإنت بتلعب حتى وعارفين أنت كان عندك الغضروف أصب شمع لها يكون ناقل أني قالت لهم الحاجات دي وقلت لهم قولي الكلام ده هو الناس فاهمة وعارفة وكلام ده كله وياما طلعت الناشئيين الحمد لله الحمد لله ده فضل من ربنا منت في أزان الجماهير لحد الوقت الحمد لله ده نعمة من عند الله ربنا يدي ما عليك وعلينا يا رب